تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام الله يسلم عليك تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما ألقى الأناص في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات هل لي من الرحمن فايضا من البرات أنجو من النيران مخاطر الدركات هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما إخواني في الله والله لو طبقنا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصينا لنرنا الجوائز من الله هو الذي يصلي عليكم والصلاة من الله لك الثناء لك عن جبريل تخيل الله يثني عليك يا غاد تخيل الله عز وجل يمدحك عند ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون نعم عظيمة وملائكته حتى الملائكة تستغفر لك حتى الملائكة تدعو لك تخيل يا غالي لو أن أحد الصالحين الآن يدعو لك ما هو شعورك سعادة وطمأنينة في القلب طيب أنا أقول لك إذا طبقت هذه الآية في حياتك ملائكة تدعو لك الله جل وعلا يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ثم قال ربي بعدها ليخرجهم من الظلمات إلى النور كم من شاب سمع آية فأخرجه ربي من الظلمات إلى النور شكف بركة القرآن فسمع رجل يقرأ كلام الله ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال وهو يسرق بلا قد آن بلا قد آن بلا قد آن صدق ربي عندما قال ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما انظر إلى بركة القرآن وإلى بركة تطبيق هذه الآية في حياتك وين توصلك وين توصلك الله عز وجل قال بعدها تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام الله يسلم عليك تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله عندما قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق ربي عندما قال لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون والله متى العبد استقام بشره ربي بعدها بدار السلام إن الذين قالوا ربنا الله تحيد علق قلب بالله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون شوف هذه الاستقامة وين توصلهم أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تباتل صياما دعاء صلاة علق قلبك بالله يقول أحد السلف المسارعة إلى الله بالقلوب أعظم من المسارعة إلى الله بالأبدال فعشان كده إلا من أتى الله إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع عماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم انظر وتمعا وتأمل ماذا يقول الله عز وجل مادحا إبراهيم وإن من شيعته إلي إبراهيم إذ جاء ربه بقلب بقلب ماذا وإن من شيعته إلي إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا